استقبل وزير البترول المهندس طارق الملاء رئيس شركة ترانس جلوب الكندية وذلك لمتابعة واستعراض برامج حفر الأبار الجديدة للبحث عن البترول وانتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة وذلك بصحراء مصر الشرقية تابع الوزير خطط الشركة الكندية لحفر أربعة أبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل وذلك في إطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات انتاجها والبالغة حاليا نحو 11.5 ألف برميل مكافئ يومية وعبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في القطاع البترول في مصر وذلك في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية